مدينة المحمدية المحمدية كانت قناة الاتصال الرئيسية بين التجار الغربيين والمغرب من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر بعد أن بنى المحتلون الفرنسيون ميناء عميقا في الدار البيضاء اختفى نجم المحمدية وأصبح منتجا على البحر امروزان صناعيا ومن هناك يتواجد العديد من المهاجرين المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهناك ثاني أكبر جالية مغربية في أمريكا الشمالية كما يوجد جالية كبيرة في بوستون بولاية ماساتشوسيتس سمية باسم مدينة المحمدية غير الملك الراحل محمد الخامس اسمه إلى محمدية تقع المحمدية في شمال المحيط الأطلسي على بعد عشر كيلو مترا من مدينة الدار البيضاء شمالا وتسمى شركة سمير للتكرير خضعت هذه المدينة بالفعل للتطوير الحضري قبل التطور الصناعي حفوزات عدد السكاني ترجمة نانسي قنقر